طيب مصدر في تصريحات خاصة ليه رقم 10 قالنا ان بعض الوكلاء قاموا بعرض لاعب الوسط الافواري محمد زكتارة لاعب فريق نادي اسك ابتجان الافواري على النادي الاهل التعاقد مع الكصة بتاعته ايه بقى ده لاعب مع منتخب الشباب الافواري مارس الكولر شاف بعض المباريات لهذا اللاعب اتعرض عليه وعجبه وعجبه بس بشكل مبدئي واشترض حاجة مهمة جدا قالك يجي يعمل معايشة مع الفريق واشوفه على ارض الواقع وساعتها احكم بالتعاقد معه مارس الكولر مش من المدربين اللي يبص على سيدهاية ويقول ياللام دي وقع اتعاقد معاه ولما يجنب انشوف مارس الكولر من المدربين اللي لما بيجي اتعاقد مع لاعب لازم بقى واصق 100% انه هيفيد الاهل وده اللي بالمناسبة حصل في يناير لما النادي الاهل تعصر في ضم مهاجم جديد هم تلات مهاجمين رشحهم مارس الكولر ما عرفش يتعاقد معاهم لطلبات مالية مبالغ فيها لان ده رفضة للعبين مش عايزين ييجوا قالوا له خد عشرة كمان هم في عشرة لعبين هم كمان اختار منهم قال لهم لا ولا واحد يا دول يا بلاش العشرة اين دول اللي عندي زيهم او احسن منهم احترم انا المدرب ده طيب كمان عرفنا في برنامج رقم عشرة ان ادارة النادي الاهلي ارسلت لي الجهات المعنية طلبا بحضور الساعة الكاملة لاستاذ القاهرة في مباراة الهلال ان شاء الله لها تكون مباراة مصرية في دورة ابطال افريقيا النادي الاهلي بينتظر رد الجهات المعنية بعدد الحضور الجمعين ما تصورش ما توقعش انه ممكن الاستاذ يتملي على الاخرى او الجهات الامنية توافع الاستاذ باكمله بس اي عدد هيبقى موجود في المدرجات هيبقى مفيد للنادي الاهلي اتمنى طبعا استاذ يتملي على الاخرى اتمنى ان العدد يبقى كبير لازم زي ما قلت لكم في بداية الحلقة جمهور النادي الاهلي في هذه المباراة هو اللعب رقم واحد هو اللعب المؤثر هو اللعب اللي هيكسم النادي الاهلي لو الجمهور لو ايه كده كده جمهور النادي الاهلي هيبقى في حالته ودايما جمهور النادي الاهلي بيشجع ودايما جمهور النادي الاهلي بيساند